على طولة موضوع حلقتنا خلاص هي ساعات قليلة جدا بتفصلنا عن موعد مع تحدي جديد زي ما أنا ونهوان دو كنا بنقول يعني فعلا المصطلح ده يليق جدا بيه النادي الاهلي ان النادي الاهلي متعود على التحديات على اختلاف نوعياتها التحدي مش بس ان انت تكسب بطولة دوري ابطال افريقيا لان ده حصل قبل كده بدل المرة عشر وعلى فكرة دي مش مبالغة فعلا النجمة العشرة لسه موجودة هي في دولاب البطولات ولا ان انت تكسب بطولة الدوري المصري لان ده حصل بدل المرة يجي 42 مرة وكمان ولا ان انت تجمع ما بين الدوري والكاس او الدوري مثلا ودوري الابطال لان ده كمان بدوره حصل قبل كده اكتر من مرة التحدي هو ان انت المرة دي حرفيا بتنافس ارقامك بتنافس نفسك عندك تحدي ان انت تكسب البطولة للمرة التالتة على التوالي في سابقة لم تحدث من قبل عندك رغبة في ان انت تتحدى كل الظروف الصعبة اللي فرضت عليك ان انت تلعب اقوى نهائي في القارة على ملعب الفريق المنافس وفي مباراة واحدة فقط او من مباراة واحدة فقط عشان كده احنا كاهلوية عشاق للتحدي يعني ودي ما هياش حاجة جديدة ولا ده كلامي ده التاريخ اللي فات كله والحاضر اللي احنا عايشينه هو اللي بيقول هذا الكلام ومن الواضح انه كمان المستقبل لو افترضنا ان الاهلي قدر وقدر لعبت ان هما يفعلوا دايما في تحدي انا بتفع معاك ولو رجعنا شوية كريم للنقطة اللي اتكلمت فيها ولغة التاريخ يعني خلينا نفتكر مع بعض شوية بعض الامثلة ونذكر بعض الامثلة لما رحنا مثلا رادس في 2006 كانت تحدي وكسبنا ورفعنا كمان الكاس ولما رحنا كاس العالم للانديا في 2006 كانت تحدي وكسبنا وحصلنا عصدنا على الميدالية البرونزية وفي 82 وفي 87 طبعا من قلب كوماسي بتكسب كوتوكو اللي وقتها كمان لو حضراتكم فاكرين كانت اقوى فرقة في افريقيا ده غير بطولات الانديا وابطال الكؤوس يعني في حقبة التمانينات تحديدا فانت بتتكلم في تاريخ طويل جدا وانا لو كلمت مش هبطل بصراحة غير طبعا برضو المجموعة اللي انت دلوقتي بيتواجهها بكل الصعوبات حتى هذه اللحظة انت بتتكلم حتى هذه اللحظة خلاص والمباراة النهائية الفاصلة لهذه البطولة لحد دلوقتي برضو انت البعض بيجي يتكلم كده ويحاول يفهم المشهد من بعيد المشهد كل شوية عمال بصراحة يبقى عليه علامات استفهام ازيد يعني احنا كنا الاول بنتكلم في ملاعب وكنا بنتكلم بعد كده تحكيم التحكيم الحمد لله لا خلاف عليه ولا غبار عليه دلوقتي ولكن برضو فيه كلام كتير زاد بقى على هذا الكلام الكتير كلام اكتر فأصبحت دلوقتي بتتحدث ان فيه تصريحات بتقولك الفار ممكن يفصل في اي وقت مثلا اصبحت بتتكلم ان انت كان ليك من الكهف تخصيص لعشر تلاف تذكرة انت استلمت 2500 طب يا جماعة الباقي فين طب الباقي اللي حيتطرح اللي انتو بيقولك الباقي حيتطرح طب انت هتطرحوا على جماهير في المغرب وانت هتطرحوا علي في مصر ما وبردو حاجة عليه علامة استفهام بصراحة لما تيجي بقى تتكلم عن الشق التاني هو الشق الشوية الايجابي المشهد اللي انا شفت واللي كلنا شفناه من الناس اللي هي حبة لنا تسافر وخلي بالحضراتكم الناس اللي سافرت مش بس دي الناس اللي عايزة تسافر ملايين كان نفسهم ان هما يبقوا موجودين لكن ظروف كتيرة جدا نمكن تكون منعت على كل حال المشاهد قدام حضراتكم كل يوم على اليوتيوب وعندنا على قناة الاهلي بنعرضها حاجة تفرح ولكن في حاجات تانية بتحزن فده اللي احنا بنتكلم فيه وعلى مدار الحلقة هنقول لحضراتكم تفاصيل اكتر عن كل نقطة انا وكريم دا قرنادولاتي فما يختص بالفار فما يختص بالتذاكر في حضية الفار تحديدا وحنفهم بالزبط الموضوع هيوصل لإيه لان لو الفار مكانش شيء اساسي وشيء سنوي طب هم عملوه ايه اصلا وإيه لازمته تحديدا في البطولات الكبيرة فلو ملوش لازمة يعني حد بس يبلغنا يعني الخبر مش اكتر هو قال لك ايه قال لك هو عيشتغل بس يعني ايه زي ما تقولي كده وارد اه انت تتعمل زي بقى شيء يعني مش لطيف ابدا من صراح